نعم سهام يمكن التوقف بداية عند بداية كلمته عندما قال يجب أن نسمع ونحتكم إلى أصوات الناس في البقاع وفي الجنوب أي أنه يقول الناخب الشيعي قال كلمته وهو عاد وأعاد تكريس الثنائية ثنائية حركة أمل وحزب الله كمرجعية له ثاني موضوع أو ثاني نقطة بالإمكان التوقف عندها عندما قال أنه يجب أن نضع جانبا خطاب الانتخابات وهذا الخطاب المشحون والدعوة إلى الحوار أي أن يجلس الجميع حتى هو تحدث عن المجتمع المدني أي أنه يجب على الجميع من الآن فصاعدا أن يجلسوا إلى طاولة الحوار خاصة وأن كل الأزمات هي تطال كل شرائح المجتمع وليس فئة أو طائفة بحد ذاتها أيضا عندما دعا إلى تعديل هذا القانون الحالي الذي وصفه بأنه يكرس الطائفية صحيح القانون الحالي كان يجب أن يتم تعديله وهو يكرس فعلا الطائفية وأن يتم كل أن ينتخب كل لبناني بن طائفته وهو بحد ذاته من أسوأ القوانين بحسب بعض المراقبين لأنه يكرس هذه الطائفية والمذهبية أيضا فيما يتعلق بموضوع الخطة التعافي هذه مواضيع خطة التعافي والمركزية الإدارية والجلوس معا من أجل النهوض بلبنان هذه مواضيع كان قد طرحها قبل رئيس مجلس النواب نبيه بريلي لذلك الأهم هي بأنه أن يتم لأحتكام إلى ما يريده الناخب الشيعي أي أنه عندما يتم الذهاب إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس لمجلس النواب وهو محصوب وهو هذا المنصب هو للطائفة الشيعية هذا يعني أن الطائفة الشيعية هي من ستنتخب رئيسها وبطبيعة الحال هو المرشح الوحيد رئيس مجلس النواب نبيه بريلي فيما يتعلق بأن النتائج النهائية أعلنت صباح اليوم سهام 59 مقعدا لحزب الله وحلفائه في هذه الانتخابات أي أنه خسر 12 مقعدا الفائز هناك تعادل أو شبه تساوي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بعدما كانت النتائج الأولية تشير إلى أن القوات هي المتقدمة وهي أكبر ممثل للطائفة أو للمسيحيين أكبر حزب مسيحي في لبنان أو أكبر كتلة مسيحية لذلك اليوم هناك توازن الأهم من هذه الانتخابات أنه دخلت وجوه جديدة هي وجوه غير محصوبة على أحد هي وجوه من صلب ثورة 17 أكتوبر وهي وجوه لم يكن أحد يحتسب أو يتوقع أن تحصل على 14 مقعدا هذا بحد ذاته سيجعل الخلط داخل المجلس النيابي ولكن الأهم الآن الخطوة المرتقبة هي بالواحد والعشرين من الشهر الحالي أي يوم الجمعة تنتهي ولاية المجلس الحالي وتصبح الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال ومن بعدها نبدأ أو ننتقل إلى موضوع انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي وعضاء الهيئة واللجان لننتقل إلى المرحلة الخطوة المقبلة وهي انتخاب أو تكليف شخصية جديدة لتولي حكومة جديدة طيب ليلى يعني كما ذكرت أن هذا البرلمان هذه المرة جاء بشكل جديد لا أغلبية فيه لطرف معين أو لحزب معين أيضا هناك وجوه جديدة يعني وجوه من 17 من أكتوبر هل يعول الشارع اللبناني على هذه الوجوه الجديدة وهل من مؤشرات الآن لتكتلات جديدة هل يعرف شكلها خاصة أنه يجب الآن أن تكون هناك أغلبية لتمرير أي مشروعات أو للمضي بخطط بناء لبنان على الأقل فيما يتعلق بالأغلبية هي حتى هذه الساعة مبعثرة هي ليست مكون واحد هناك القوات اللبنانية الحزب التقدمي الاشتراكي الأحزاب المستقلين أو كتلة النواب المستقلين الذين لم نحتسب بعد عددهم أيضا نواب قوى التغيير الكتائب اللبنانية وغيرهم إذا ما اجتمعوا مع بعضهم فهو لا يشكلون المعارضة أو الأكثرية في المجلس النيابي ولكن قوى التغيير هي قالت أنها ستدخل موحدة هي 14 نائبا قد يرتفع عددها ستدخل موحدة ولديها مشروع واضح وهو الهم الاقتصادي والاجتماعي هم الحفاظ أو حماية بداية أموال المودعين ومن ثم استعادة أموال المودعين وأيضا إقرار قانون الكابيتل كنترول ولكن ليس بالنسخة الموجودة الآن في اللجان النيابية أيضا موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وخطة التعافي هذا بصلب ما تريده لهذه القوى قوى التغيير وهي قالت أنها لا يبدو أنها ستقوم بتحالف موسع ولكنها ستلتقي مع باقي الكتل على بعض المشاريع التي تفيد المواطن وتهمه بالدرجة الأولى شكرا جزيلا لك ليلى خليل مراسلة الغد على كل ما تفضلت به شكرا جزيلا لك